صورة، 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 صورة يتواصل التصعيد الناتج عن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي بتوسيع صلاحياته وتحصين قراراته لليوم الثالث إذ استمرت الاشتباكات في محيط ميدان التحرير الذي يشهد اعتصاماً للمحتاجين على الإعلان الرئاسي بين المتظاهرين وقوى الأمن وقد امتدت لمحيط السفارة الأمريكية والشوارع المحيطة والتي شهدت عمليات كر وفار واسعة وأصبح الشارع القصر العيني الذي تقع فيه المؤسسات الحيوية مركزاً للاشتباكات حيث تراشق المتظاهرون والأمن بالحجارة مما استدعى السلطات إقامة جدار سمنتي جديد تحت غطاء من الغاز المسيلي للدموع لإبعاد المتظاهرين عن موقع البناء تبع ذلك حملة اعتقالات وفي سياق متصل واصل قضاة مصر التعبير عن غضبهم من الإعلان الدستوري بالاستجابة لدعوة نادي القضاة لوقف العمل وتعليق المحاكم وأكد بيان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف أن الإعلان يعد تدخلاً في أعمال السلطة القضائية واختصاصاتها وإهداراً لحصانة القضاء وعصفاً باستقلاله الشعب يريد تطرير القضاء هذا وعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً عاجلاً طلبوا فيه من القضاء استئناف العمل واعتبروا أن الإعلان الدستوري الذي يحصن قرارات الرئيس من الطعن عليها أمام القضاء يجب أن يقتصر على الأعمال السيادية فقط من جهتها أكدت الرئاسة المصرية أنها ملتزمة بالحوار مع كافة القوى السياسية للتوصل إلى توافق عام على الدستور وشددت على الطبيعة المؤقتة للإعلان الدستوري الذي يوسع سلطات الرئيس مرسي وقالت الرئاسة في بيان أن الإعلان ضروري من أجل محاسبة المسؤولين عن الفساد إضافة إلى الجرائم الأخرى التي ارتكبت أثناء النظام السابق والفترة الانتقالية وفي السياق التصعدي دعا الصحفيون مصريون إلى إضراب عام من الاحتجاج على عدم النص على حرية الصحافة في مسودة الدستور الجديد الذي تصوقه الجمعية التأسيسية في وقت اندلعت مشدات بين مؤيدين ومعارضين لجماعة الإخوان أثناء الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين من جانبها دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مليونية الثلاثاء دعما لقرارات الرئيس في ميدان عبدين الذي لا يبعد كثيرا عن التحرير كذلك دعت الجماعة أنصارها إلى التظاهر مساء في عواصم المحافظات المختلفة